صباح الكير عليكم جميعاً وبدأت أن تترحب السيدة السكرتيران الكوميسة وفرينا أن نطرس بيها السكرتيرية الكوميسة بالرحبين الضوءاً في بلدهم في ستين مصر ومشاركين أن قالنا باستضافة مصر للطرم الحديث والعشين لصور المشارقة للشرق والجنب العديد فيها الكوميسة التي تتم معقدة بيوم 23 نوفمبر 2021 في العاصمة الإدارية البديرة وصورة تكمة بين المشارقة الفضولية لرأساء التدامعات الإقليمية والمشارقة الإقتراضية لباقي الهفوض عبر مقنية البيجيزان هذه التلمة سيتم معقدها تحت الشعار تعزيز القدرة على الصموط من خلال التكامل الرقمي للرصادي الاستراتيجي والذي يحدد إلى تشتيع استخدام الأدوات والتصاد الرقمي لتعزيز قدرة الدول الأعضاء في الكوميسة على الصموط لمنحة الأثار والتدعيات السلبية لجائحة قبر 90 على اقتصاديات الدول الأعضاء وتشجيع استخدام الاقتصاد الرقمي لتسهيل ممارسة الأعمال داخل الأقليم ستشهد القدمة مراسل تسلل محمد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسي في التجمع من السيد رئيس فريد مطرشة تتعد هذه المرة الثانية التي ستترقص فيها مصر هذا التجمع أقضى الأنسية الأولى له خلال عين 2001-2002 أقضى القمة السابس أعدى المصر في التطموحة للمهوض بأداة جارة الدينية للكوميسة والنموض الأقتصادي لدول التجمع نعمل خلال عين رئيس بنا أن نعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة للكوميسة والدول الأعضاء وشرفة التنمية the commissar is to support our member states أكيد إحنا طموحنا أكبر من كده وده لأنا بفلم عليه وحيساعدنا في كده أن نتوالي حقامة الرئيس لرئاسة هذه القمة هيخلينا نشتغل على خطة طموحة فعلا مش عايزة أقول بقى وكون متفعلة لمضاعف في هذا الرقف بس بإذن الله إن شاء الله نشتغل عليه وخاصة إن إحنا معانا كل الدول الأعظام بينا معتلات في إعتبار البينات وصدرات أصدقائية شكرا